في خطوة عملت حلوة جداً جداً القاهرة التاريخية العودة لوسط البلد اللي رجعوها زي ما كانت وكان فيها ناس معمرين القاهرة الخيديوية الخيديوية عظيمة يعني كده بقيت كأنك في فرنسا يعني زي باريس زي ما عملوها شبه باريس وفعلاً البيوت اللي لما تم يعني ترميمها من أجمل ما يمكن حتى اللون بتاعها الحقيقي الكود الخط اللي كتب بيه المحلات اللي يفط الصارخة اللي ملهاش لازمة اللي تشالت الألوان المستفز طبعاً ده تجربة جميلة جداً يعني نشكر الحقيقة من ساهم فيها تنسيق الحضاري طبعاً تنسيق الحضاري ومهانس محمد أبو سعدة وفريق العمل وطبعاً حواس الجميلة وكل من عمل في القاهرة الخدوية من أكبر واحد لأصغر واحد رجعوها زي ما بتشوفيها حضرتك في أفلام الخمسينات طبعاً دينا مثال جميل جداً لماذا لا يتكرر؟ يتكرر؟ ليس في القاهرة واحدها يعني اسكندرية فيها أماكن جميلة والمصورة فيها أماكن جميلة والصعيد والمينيا كلها يعني أعملنا عمل ناجح لماذا لا يتكرر في أماكن أخرى؟ أنا أتمنى وفي أحياء أخرى من القاهرة أيضاً؟ لا دقموه برضو حضرتك بتلاقي حاجة بتتعمل وبتلاقي قدامها 15 بيبوز يعني أنا معرفش أنا معرفش برضو هي بص يا دكتورة دورية هي الموضوع تربية التربية يعني الناس دي لو بتتعلم رسم كويس لو بتشوف كويس من وهي أطفال لو بيتفرجوا كويس حيطلعوا يشوفوا الصح والغلط ومش هيعملوا يعني كل إناء ينضح بما فيه الأطفال إحنا بنتكلم على المدارس وعلى حصة الرسم يعني هنرجع تاني بواجهة البداية هي كده هي كده لو تعلم كويس وشوف كويس وسمع كويس واتمالى جوا كويس هيطلع هيرفض التشويه